السلام عليكم الحكومة الثقة وبدأ مجلس الوزراء بعقد اجتماعات الاسبوعية هناك فقرتان ثابتتان في جدوى الاعمال وهي مستجدات جائحة كورونا وواقع المنظومة الكهربائية هاي الفقرتين ثابتة في هذا المجلس لذلك اليوم المجلس بدأ بالاطلاع على ما طرحه سيد وزير الصحة حول مستجدات الجائحة وطرق مواجهتها واطلع المجلس باجاز على اخر هذه المستجدات وجهود الوزارة في مواجهة هذه الجائحة وبشرنا بانه نسبة الشفاء ارتفعت الى 80% تقريبا وهذه نسبة معتبرة عالميا في عالم قياس منظمة الصحة العالمية ونسبة الوفيات ايضا خفضت الى اثنين فارزة سبعة من المجموع الكلي للمصابين امر اخر فيما يخص الجائحة وجهود الحكومة من اجل مواجهتها كان موضوع سيتم هذا اليوم اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية بين وزير الصحة ووزراء الصحة اخرين من دول اخرى وكذلك منظمات دولية وباشراف منظمة الصحة العالمية من اجل توفير لقاح لقاحات المعتمدة لكوفيد ناينتين المعتمدة عالميا وسيتم اقرار استلام العراق لعشرين بالمية من عدد نسماته تأمين لقاح للعراقيين بنسبة عشرين بالمية من عدد سكان العراق وهنا اتحدث عن اللقاحات التي ستعتمدها منظمة الصحة العالمية طبعا لا يخفى انه اليوم تحديدا دخلنا فسط الخريف والتقلبات الجوية قد تؤثر على زيادة الاصابات هذا يتزامن ايضا مع مناسبات دينية مقدسة قد تزيد من الاحتكاك والتقارب الاجتماعي متبعد الاجتماعي هذا ليس من باب التشاؤم لكن باب التحذير وتحذير المواطنين لاتخاذ كافة الاجراءات والتزام بالتوجيهات سواء التوجيهات مراجعنا الدينية او تعليمات وتوجيهات لجنة الصحة والسلامة الوطنية من اجل ان تمر هذه التقلبات الجوية وكذلك تمر هذه المناسبة الدينية المقدسة بسلام دون ان تسهم في زيادة عدد الاصابات فيما يخص واقع المنظومة الكهربائية اللي ايضا كما ذكرت هي فقرة ثابتة ايضا في محظر اجتماع وجدول اجتماع مجلس الوزراء في كل اسبوع اذا تتذكرون قبل جلستين او ثلاثة يمكن قبل ثلاثة اسابيع تم منح استثناءات خاصة لوزير الكهرباء من اجل سرعة البداية في عملية صيانة الشبكة الكهربائية استعدادا للصيف القادم لكن اليوم تم حل اشكالية اخرى وهي آلية توفير الاموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية من اجل البدء فعليا وعمليا بصيانة الشبكة الكهربائية استعدادا للصيف القادم موضوع اخر تأخر طويلا اليوم وجلس الوزراء اتخذ بقرار وهو موضوع المنحة او قل نقول التبرع للعهل السعودي خادم الحرمين الشريفين لاقامة مدينة رياضية في بغداد اليوم مجلس الوزراء قرر تخصيص قطعة الارض المرقمة واحد على تسعمية واربعة وسبعين منطقة جعارة البالغة مساحتها ستمية وواحد وثلاثين دونم الى وزارة الشباب والرياضة بعد ان كانت مخصصة الى وزارة التعليم لإقامة جامعة الرشيد تحويل ملكيتها الى وزارة الشباب والرياضة هذه القطعة موجودة قرب مجمع بسماية هناك سيتم تشييد هذه المدينة الرياضية المهداد من العاحل السعودي ايضا فقرة ثانية تخص هذا القرار هو قيام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مشروع المدينة الرياضية المهداد من خادم الحرمين الشريفين بالتنسيق مع الجانب السعودي من خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي ايضا مجلس الوزراء اليوم انتخذ قرار مهم بناء على طلب من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة باحالة صيانة وتأهيل الطرق المؤدية الى منفذ جديدة عرعر الحدودي الرابطة بمحافظتي كربلاء المقدسة والانبار الى الشركات المتخصصة في الوزارة استثناء من احكام المادة الثلاثة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنين لسنة 2014 وقيام وزارة المالية بتمويل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنسبة 1 الى 12 للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة اعلى بحسب ذرعات العمل او التجهيز الفعلي على وفق المادة 13 ثانيا من قانون الادارة المالية الاتحادي ذا الرقم 6 لسنة 2019 هذا الطريق مهم جدا وحيوي والمنفذ ايضا مهم جدا وحيوي والمنفذ الان حسب التقرير اللي عرض اليوم امام مجلس الوزراء جاهز للافتتاح منفذ عرعر جديدة وهذا المنفذ سيحدد تأريخ لافتتاح ه بالتنسيق مع الجانب السعودي قريبا ايضا فيما يخص وزارة الاعمار والاسكان قيام وزارة التخطيط بادراج مشروع صيانة وتأهيل الطرق المؤدية الى المنفذ الحلودي الرابطة بمحافظتي كرباء والانبار كمكون ضمن مشروع صيانة الطرق والجسور المدرج لديها المشروع وايضا قيام وزارتي المالية والتخطيط بتمويل مشروع الممر الثاني لطريق كربلاء رزاز الاخيضر بطول 54 كم المدرج ضمن المشاريع المستمرة لدائرة الطرق والجسور العائدة الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات هناك ايضا قرارات اخرى اتخذها مجلس الوزراء فيما يخص وزارة الموارد المعية هناك مشروع مهم مشروع تقني تكنولوجي مهم منه تقريبا 35 عام 40 عام الدولة العراقية لم تهتم به وهو مشروع التصميم الاساس او الخرائط الطوبغرافية اليوم مجلس الوزراء اقر هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية الهيئة العامة للمساحة ضمن موازنة 21 من اجل تحديث هذه الخرائط هذه الخرائط المفيدة على مستوى التنمية ويمكن ما تفيد فقط وزارة الموارد المائية بقدر فائدتها لكل الوزارات ومؤسسات الدولة العراقية هذا هذا مجمل ما دار اليوم بالجلسة سأكون سعيد بالاستماع الى سيلتكم أبو العراقية مسيطر دائما المائيغروفون عندها السلام عليكم سيد أحمد السلام ويدفرط وصف من العراقية كان لهذه الحكومة ما يحسب لها الجرأة والشجاعة بفتح واحد من أهم الملفات على طيلة الحكومات الماضية ألا وهو ملف الفساد الإدارة والمالي كان هناك مجموعة من الأسماء المطلوبة مجموعة من التهم التي طالت من لنقل من الصف الثاني أو الثالث من المسؤولين هل ستكون هناك أسماء جديدة أسماء مهمة شخصيات نافذة شخصيات تسلمت مناصب مهمة في الدولة العراقية طيلت مسيرتها منذ العام 2003 وحتى الآن وإذا هل لك أسماء يحب تخبرنا بها مؤيد خلينا أكد لك أمر مهم هذه اللجنة التي شكلها سيد رئيس ريزر الأمر الديواني المعروف وبدأت أعمالها وتحقيقاتها قطعا لا تلغي دور المؤسسات المؤسسات مكافحة الفساد الأخرى مثل هيئة النزاهة وبقية المؤسسات قطعا كل مؤسسة تعمل وفق قانونها وفق صلاحياتها هذا المبدأ الأول اثنين هناك بعض الملفات التي تحتاج إلى قضاء على بيروقراطية معينة قد يضيع حق المواطن العراقي يضيع المال العام العراقي إذا اعتمدنا فقط على المؤسسات وتنعرف مؤسساتنا شون البيروقراطية أخذت مأخذا منها فهذه الشكلة بالأمر الدواني هذه اللجنة هي لا تستهدف أسماء محددة ولا تستهدف شخصيات محددة بقدر اعتمادها واستلامها ملفات خاصة قد تطيح البيروقراطية الموجودة في مؤسسات أخرى بهذه الملفات وتطيح بسرعة اتخاذ القرار إذن هي اختصار للوقت اختصار للبيروقراطية وشاهدنا الكثير من محاولات تشويح عمل هذه اللجنة من خلال بث إشاعات لمنع سفر مسؤولين لقاء قبض على مسؤولين أجزم هنا أنه عمل هذه اللجنة دقيق جدا وسري جدا فلن تحصل مني على أسماء لن تحصل مني يا مويد على أسماء من أجل حريصين على سمعة الدولة العراقية سمعة القوى الوطنية سمعة الشخصيات اللي خدمت البلد اللي بعض الجهات لا أعرف لأنها تأتي بالأسماء وتوزحها على السوشال الميديا لكن هذه اللجنة مستمرة في عملها وستسمعون أسماء حقيقية والآن تميزون بين الأسماء اللي فعلا تم التحقيق معها وإلقاء القبض عليها تميزون أيضا بين الأسماء التي تحاول بعض الجهات تشويح عمل هذه اللجنة الدقيق والفني والسري يا مويد السلام عليكم أستاذ أحمد جابر جمال مراسل قناة الرشيد اليوم البرلمان العراقي بصدد مناقشة وقراءة قانون الجرائم المعلوماتية قراءة ثانية بهدف التصويت عليه رغم وجود اعتراضات وتحفظات مسبقة من قبل ناشطين مدنيين ومنظمات دولية وقادة رأيه يعني عدين هذا الأمر أو هذا القانون بمحاملة لتكميم الأفواه ما هو موقف الحكومة العراقية من هذا القانون وهل لديها مقترحات أو ملاحظات لتعديل القانون أيضا أين وصلت يعني عمليات البحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي هل من جديد بهذا الموضوع وأيضا لماذا أرسلت الحكومة العراقية قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى مدينة الناصرية ومحافظة الذيقار وهناك يعني توجد قوات عسكرية وأمنية مختلفة شكرا جزيلا طيب أولا هواي مهتم للاسبوع الثاني سأني على أقل عن جرام المعلوماتية لا للاسبوع الثاني سأني هذا السؤال نفس عن جرام المعلوماتية إذا تتذكر هذا اختصاص مجلس النواب يعني المشروع قدم لها من حكومات سابقة وكما ذكرت في سؤالك السابق قبل سبوعين تقريبا أنه هذا الموضوع مهم وتأخر كثيرا في أدراج مجلس النواب وهناك خلافات كبيرة بين القوى السياسية وحول الموضوع وبين المجتمع المدني والمطالبين بحرية التعبير لأن بعض الفقرات قد تكون ملغمة وقد تحد من حرية التعبير وهذا مخالف لنهج هذه الحكومة فإذا احتاج الموضوع أي مشروع تعديل لهذا القانون بعد إقراره فالحكومة لن تتوانى في إرسال هذا المشروع كي تدعم حرية الرأي وحرية التعبير وأن لا يستخدم هذا القانون من بعض الأطراف للحد من هذه الحرية جهاز مكافحة الإرهاب على سؤالك الثاني جهاز خاضع لعمرة القائد العام للقوات المسلحة أينما يجد الحاجة أينما يجد الحاجة الضرورية والحساسة لعملية دقيقة وحساسة يمكن يستخدمه في أي بقعة من بقاع البلد السلام عليكم سي dealer لا زال هناك الكثير من المعتصمين على أبواب الخضراء وكذلك على أبواب الوزارات وفي مختلف المحافظات ومن مختلف الكليات لا سيما المهندسون والمفسوخة أقودهم وخرجوا كليات القانون إلى أي مدى وصل معالجة هذا الموضوع بالنسبة لشمولهم بالتعينات وكذلك على موازنة 2020 أو على موازنة 21 شكرا لك نقدر عاليا حاجة شبابنا لفرص العمل لكن في نفس الوقت عليهم أن يقدروا حجم المسؤولية الكبيرة والتحدي الكبير التي تحملها الحكومة في ظل ترهل الكبير في مؤسسات الدولة وعدد المولفين الهائل الذي لا يتناسب مع حاجة الدولة العراقية الحقيقية لكن هذا متنصل عن مشؤولية الحكومة في خلق فرص عمل لهؤلاء سواء من خلال استيعابهم في مؤسسات الدولة ضمن موازنة 21 التي تحدثت سابقا عن أنها ستحاول قدر الإمكان من خلال الحذف والاستحداث وإضافة بعض الدرجات أن تستوعب ما يمكن استيعابه ومن جانب آخر استيعابهم من خلال القطاع الخاص وتنشيط القطاع الخاص كي تخلق فرص عمل لهم وهناك خطة أيضا تحدثنا عنه وهو المشروع المشروع الذي أقر مجلس المزراء مؤخرا وهو مشروع تشغيل الشباب وتحدثنا عن 700 مليار دينار ستوزع على الشباب ضمن آليات محددة من المصارف الأهلية من أجل فتح مشاريع ستسهم في خلق فرص عمل لهؤلاء الشباب فضلا عن تنشيط الاقتصاد العراقي السلام عليكم عمر ريشان ومكارة نينا الأنباء عطفا على استرسالك استاذ أحمد الخصوص الذي دخلنا في موسم الخريف والجائحة ووزير الصحة لديه يعني لقاء تلفزيوني مع النضرائه بعض الوزراء ومنظمة الصحة العالمية منذ فترة وأعلنت أنه شهرين مقبلين سيكون أخطر على مستوى العالم من التفشي لجائحة كورونا ومثل ما تعرف أنه هناك دعوات أن كان على مستوى حكومية أو على مستوى نيابي بخصوص عودة أو عدم عودة الدوام الرسمي وخاصة بالنسبة المدارس الابتدائية هل تمت مناقشة هذا الأمر داخل مجلس المزراء خاصة وأن هناك قرارات قد تصدر حسب وزير الصحة خلال الأيام المقبلة بخصوص العام الدراسي المقبلة شكرا جزيلا وزارة التربية عاكفة على أعداد خطة متكاملة وزارة التربية بشخص الوزير وهيئة الرئيس في الوزارة هذا بتوجيه من رئيس الوزراء من أولويات عملها الآن هو تحديد مصير العام الدراسي القادم كيف آلية تواصل الطلبة مع مدارسهم وأعتقد أنا مريد أن تطريق نيابة عن وزارة التربية لكن وزارة التربية ستكون جاهزة قبل موعد بدء العام الدراسي بإعداد خطة متكاملة لطريقة التعاطي مع العام الدراسي دون أن كما تعاملت هذه الحكومة وزارة التربية تحديدا بعدم ضياع العام الدراسي السابق وتم إيجاد آليات لكل مرحلة وزارة التربية ستكون جاهزة أيضا لإعداد آلية معينة بالقياس إلى تجارب قامت بها الدول الأخرى سيكون العام الدراسي القادم مؤمن حرصا من الحكومة وزارة التربية على صحة وأرواح تلاميذنا وطلبتنا وعوائلهم فأطمئنك أن هناك جهد كبير وجاد وقريبة ستسمع قرارات بهذا الخصوص السلام عليكم سؤال جعفور غفوري صحفية في جريد الدستور عندي سؤالي السؤال الأول المتظاهرون يفترشون الأرض هنا وهناك أمام الوزارات والجسور والشوارع الرئيسية مما يؤدي إلى عاقة حركة المواطنين نحن مع المتظاهرين قلبا وقالبا وأنا إحدى المصابات في التظاهرات أثناء التقطية الصحفية سؤالي هل تستطيع الحكومة تنفيذ جميع طلبات المتظاهرين بأسرع وقت وإرجاعهم إلى منازلهم وكذلك منذ أربعة أشهر لم يتم توزيع الحصة التومينية ما سبب التأخير هل هناك ستوزع على شكل نقد سؤال الثاني ثالث هل هناك هل هناك نية الحكومة العراقية بدمج ديوان وقف الشيعي مع ديوان وقف السني مع المسيحي والديانات الأخرى وجعلها وجعلهما وزارة الأوقاف للشؤون الدينية للقضاء على الفساد والمفسدين أولا الحمد لله السلام إذا كنت جريحة من جرح التظاهرات والصحفية وهذا دور كبير وتقومون به كزملاء صحفيين الحمد لله على السلام من حق العراقي أن يتظاهر أن يطالب بحقوقه هذا الحق مكفول دشتوريا لكن ليس من حق أن يتعدى على المصالح العامة وأن يقطع الطرق هذه الحكومة تتفهم حاجة المتظاهرين سواء المطالبين بالتعيين أو المطالبين بأمور أخرى تتفهم هذه الحاجة لكنها ستطبق القانون على نفس المتظاهرين المتعاطفة معهم إن حاولوا أن يتجاوزوا القانون أو حاولوا أن يمسوا بالمال العام أو بالمصالح العامة الحصة التموينية مشكلة كبيرة تخصيصاتها هائلة جدا ضمن الموازنة والأزمة المالية كبيرة سبق وأن ذكرت في مؤتمر صحفي سابق بأن هناك دراسة ورؤية الآن يعد لها بتقليل عدد المستفيدين منها اليوم الميسور ما يحتاج الحصة التموينية وأغلب الميسورين يمكن حتى ما يستلموها لكن هناك عدد كبير إذا الراجع مستوى الفقر في البلاد ونسبة مستوى الفقر فعدد كبير يحتاج هذه المواد رغم بساطة المواد الأساسية الرؤية تقول أنه الميسور وفق سقف معين تقطع عنا الحصة التموينية وتحول المبالغ لتحسين المواد وتوزيحها على المتعاففين والمحتاجين فعلا إلى الحصة التموينية كان عندي السؤال الثالث حول واضح 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 علينا أن نفتخر كعراقيين بأننا بلد مكونات وهذا البلد المكونات كل مكون يعتز بهذه الهوية الثانوية لكن الهوية الجامعة إن هي الهوية العراقية لا بأس أن تتعدد الأوقاف ونعترف بخصوصية كل فئة وكل مكون مكونات بالتعامل مع أوقاف وغير أوقاف بالطريقة التي يراها مناسبة ليس عيبا أن تتعدد الأوقاف إذا كانت الهوية العراقية هي الجامعة للجميع لا يوجد حديث في الحكومة الآن حول دمج الأوقاف احتراماً لخصوصية كل مكون عراقي ومع التأكيد على الهوية العراقية الجامعة رعد المشهداني إذاعة الطراث حيّة الله وبيّاك حيّة الله المبكرة لسيد رئيس الوزراء على انتقامة الانتخابات في وقتها المحدد هناك بعض التناقضات من لين الكتل السياسية بينما يريد الدائرة المفتوحة وبينما يريدها انتخابات عادية كالسابق هناك أنباء ومصادر وصلتنا كأعلامين بأن في نية الحكومة العراقية إلغاء انتخابات الخارج وذلك لسبعين الأول هو التزوير وعمليات التزوير والثاني الكلفة المالية للحكومة العراقية خصوصا هي اليوم تمر في أزمة خانقة هي الأزمة المالية شكرا جزيلا لك رعد هنا تتحدث عن قضية فنية من اقتصاص مفوضية العليا المستقلة لانتخابات ليس من حق الحكومة تتدخل بإجراء فني دقيق مثل هكذا إجراء إلغاء انتخابات الخارج هذه قضية فنية من اقتصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي من تقر ذلك فيما يقص تخصصات المالية الحكومة جاهزة والتمويل جاهز للمفوضية حسب احتياجاتها وبالأمس كان لسيد رئيس مجلس الوزراء اجتماع مطول مع الرئاسات الثلاث مع السلطة القضائية مع قادة الكتل السياسية كان أغلب وقت هذا الاجتماع اللي طول بحدود أربع ساعات كان مقصص لقطية الانتخابات وتم التأكيد على ضرورة إجراءها على اعتبارها المهمة الأساس التي شكلت على أساس هذه الحكومة هذه الحكومة مستعدة لإجراء هذه الانتخابات وهي تسابق الزمن من أجل توفير المناخ الآمن لإجراء هذه الانتخابات تنتظر مجلس النواب أن يقر القانون ويكمل موضوع الدوائر الانتخابية وجلسة اليوم لمجلس النواب كما سمعنا وجلسة السبت أيضا قد تشهد تطور في هذا المجال الحكومة مستعجلة على إقرار هذا القانون كي تفي بعهدها ووعدها ومهمتها الرئيسية وتوقيم الانتخابات في السادس بن حزيران من العام القادم وكذلك المفوضية تحتاج إلى إقرار القانون سريعا لأن لديها جدوى العمليات يجب أن تكون ناجحة في إتمام في توقيتاتها المحددة والحكومة مرة ثانية أكرر واستعد تماما لتوفير المال اللازم لإجراء هذه الانتخابات التخصيصات المفوضية وتوفير المناخ الأمني والسياسي اللازم لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومنعطف كبير في التاريخ السياسي لهذا البلد أنا أشكركم شكر جزيل شوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله